هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة ضمن البند المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وستقادم كبيرة منصق شؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطعة كما يعقد المجلس غدا الأربعاء جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من أجل منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة وبناء على طلب الجزائر